زي ما احنا عارفين دايما انه حفظ النفس مقصد أساسي من مقاصد الشريعة إلى جانب طبعا حفظ العقل والمال بشكل أساسي نتكلم على هذا المقصد أهمية أن تحافظ على جسدك ونفسك كحفظ وكمقصد أساسي من مقاصد الشريعة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد زي ما حضرتك تفضلت أن الشريعة جات لحفظ صحة الإنسان لأن بالإنسان هتكون كل المقومات اللي المطلوب من الإنسان يقوم بيها من عمران من عبادة من كل حاجة ممكن هو يطالب بيها لابد أنه يكون عنده من الصحة ما يمكنه أن يقوم بهذه التكاليف ولذلك العلماء يقولوا أن مقصد حفظ صحة الإنسان ده مقصد المقاصد بمعنى إيه؟ أن أنا عشان أحفظ هذه النفس لابد أن أنا أحفظ النفس وأحفظ العقل وأحفظ ما يكون من هذا الإنسان من نسل ومن أجيال ثم يأتي بعد ذلك حفظ الدين وحفظ المال لن يكون حفظ للدين وحفظ للمال إلا بصحة جيدة وبسلامة الحواس الإنسان وبذلك يقدر أنه يسعى في هذه الحياة عمران وتفاعل وتأثير إيجابي ونفع إيجابي ومن هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على هذه النعمة العظيمة وإن في كثير يهمل فيها وإن في كثير لا يقدرها حق قدرة فيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني الكلام الجميل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الإنسان بتاجر ورأس ماله هو الصحة والوقت إذا استثمر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى أكيد هيكون من الربحين ضيع وأهمل لا شك أنه هيخسر رأس ماله وهيروح سودة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على اغتنام هذه النعمة ويقول اغتنم خمسا قبل خمس ويذكر منها صلى الله عليه وسلم واخذ واغتنم من صحتك لمرضك واغتنم العافية في وقت العافية قبل أن تأتي الآفات أو المعوقات التي تعوق الإنسان عن أنه يسعى في هذه الحياة هذا المعنى العظيم يعني منتشر في كثير من الآيات والأحاديث حتى يعني تشيع في الحكم أن هذه الصحة وهي نعمة عظيمة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى ولا يشعر به إلا من يفقد هذه النعمة وحتى الشاعر يقول أني وإن كان حب المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد يعني مهما نذكر من نعم تانية كثير مال وغيره وغيره إلا أن تبقى صحة الجسد هي الرقم واحد اشتركوا في القناة